فعلت ما لم يفعله أي مسؤول عراقي حكومي أو برلماني فلم تكتفي بإصدار البيان تلو الآخر حول العنف في التعامل مع المتظاهرين بل نزلت إلى قلب المشهد العراقي الآن ولا مركز يتميز بالحيوية ويمثل اللحظة العراقية الآن أكثر من ساحة التحرير الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين هينيس بلاسخارت تجولت بين المتظاهرين في ساحة التحرير لا بل وصعدت في إحدى مركبات التوكتوك التي صارت علامة من علامات الاحتجاج في بغداد والعراق بعد جولتها الميدانية اليوم قالت السيدة بلاسخارت إنها ذهبت إلى ساحة التحرير للتحاور مع الناس هناك وتبادلت الآراء وناقشت السبل الممكن لمعالجة المطالب المشروعة للمتظاهرين السلميين هناك أكدت الممثلة الخاصة للأمم المتحدة أن الحكومة ليس بوسعها أن تعالج بشكل كلي تريكة الماضي والتحديات الراهنة خلال عام واحد فقط من عمرها للأسف لا يمكن القضاء على الفساد بشكل كامل مرة واحدة وهنا أؤكد على أهمية النتائج الملموسة كما أن نداء أخيراً لرفع حصانة أعضاء برلمانيين متهمون بالفساد قد يكون خطوة بالاتجاه القويم ولكن مرة جديدة الأهم هو النتيجة ودعت السيدة بلاسخارت إلى إجراء حوار وطني لتحديد استجابات فورية وفعالة للخروج من حلقة العنف المفرغة المسؤولة الأممية كانت قد أكدت في لقاءات جمعتها مع رئيس الجمهورية برهم صالح وغيره من القادة العراقيين على الحاجة الماسة لإجراء حوار وطني وإيجاد استجابات سريعة وفاعلة وإنهاء الحلقة المفرغة من العنف لافتة إلى أن الأمم المتحدة تقف إلى جانب الشعب العراقي ومستعدة للمساعدة في إجراء الحوار هذا ما كان قد نوه إليه رئيس الجمهورية مرارا إذ رأى في بلاسخارت مثالا للحيوية السياسية والمسؤولية المهنية العالية حين شدد على التنسيق مع الأمم المتحدة في كل برامج الإصلاح السياسي المقترحة في البلاد نمط آخر من الشخصيات الأممية في العراق تمثله بلاسخارت نمط بات على يقين من أن مفتاح الأزمات في البلاد هو مفتاح الشعب وإرادته ومن هنا كان اختيارها أن تكون وسط شبابه في ساحة التحرير اليوم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر